السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير ناشتين وفي احسن الاحوال وانتم ما تفرجوا الفيديو تعليم واللي رح يكون ان شاء الله لا عن وصفات ولا على تدابير ولا على روتينات ولا على اي شي رح يكون فيديو ترفيه هنا وعلا ما رح نشارك معكم بعض الاشياء اللي كنا نقوموا بهذا زمان يعني رح نردكم للوراء نحكي علينا احنا الجزائريين بعض الاشياء كنا نعملوها وبعض الاشياء نعملها انا واللي كيفي يخليلي هاد الشي في التعليق المهم بلا منزل نطول عليكم اكتر نخليكم مع الفيديو اول حاجة رح نشاركها معاكم وما كاش لي ما فاتشها لها احنا الجزائريين اغلبية كامل فتناع لهم ولا واحدة وهي الخبز بالطماتيش ولا الخبز بالطماتيش ولا طماطم المصبرة مي كنا صغار باش نحول الجو هادية اللي كنا نعملوها نجيبوها هاكده خبز الضرفة على الخبز حنا نموت على الخبز حنا الجزائريين ونوضعوه في هاكده الطماتيش ويا ملح الله الله تخيلو البنات عندي مدة طويلة ما كليتهاش عدا اليوم ومن بين الاشياء المشهور عدنا في الجزائر كنا نعملوها زمان وهي الخبز بالطماطم المصبرة يعني نعوضوه بلاست المعجون ما كانش فينا لي ما عملهاش ما كانش لي تقول لي بني ما فاتش عليها تخيلو البنات هادي ما عملتهاش ما اللي كان عندي وقيه لعشر سنين عادة اليوم وردتني الزمان والذكريات يا حصره يا حصره اللي كان يوليو الحاجة الثانية اللي كانت معروفة في البيوت الجزائرية كامل يدبزو على القمبو عائدة ما نشغلتها في اسم ديالها يعني الطرف تاع الخبز الباقيت بولونجي الصراحة عنده جو سبيسيال ومن يحط الخبز كامل يدبزو على هادا الطرف ثالتان كاين بزاف اللي يحبوا يأكلوا الياغوت ولا الياغوت بالخبز وانا واحدة منهم لبنات انحب الخبز بالياغوت خط على خط لا يجي في خاطرين ناكلوا بدي الطريقة واللي كيفيه خليلي هادا الشي في التعليق لانو احنا الجزائريين ولا العرب ضروري ضروري الخبز يكون موجود في كامل الماكلة اللي ناكلوها رابعان وهي الكاريتة واللي نعملها ممأنا البنات ناكل بانان بالخبز ايوي نعقل اول مرة كانت عملتها اختي في الدار وانتغشيت واناكلها سواشنو بانان بالخبز سواشنو كاتقول لي ما تهدريش جربها ورجعي للخبار ودارت ليام وجربتها واللي تكيفها حتى انا نحب ناكل بانان بالخبز واللي كيفيه تخليلي هادا الشي في التعليق المشكل ما نشيغل بانان اللي ناكلها بالخبز وراني عارفها كاين بزاف لي كيفي كاين فاكية واحده خلقه من بينها وهي البرتقال اتشينا والعلب ما رانيش عارفها علاش القوته حمي جي سبيسا مين اكلوه بالخبز كمارا كم تشوفو يا سلام يعجبني هكذا خصوصا طامسو يعني الكبير نحبوه بالخبز ونفس الشي بالعنب لكن انا صراحة نفضل العنب الاخضر واللي كيفيه تخليلي هادا الشي في التعليق وقبل ما نمشي واخيرا كان حتى الكرموس التين والباكر نحبوه بالخبز وانا وحدا منهم وبزاف الجزائريين اللي يحبوه يأكلوه بالخبز واخيرا كمارا كم تشوفو التمر التمر انا وحدا منهم نموت عليه بالخبز خصوصا ديكلة نور اها معروفة وما كانش احترامة للدول واحد اخرى مي مكاشف وما ديكلة نور الصراحة وانا في الغربة نشهيه بزاف زاف في التمر الجزائري بالخبز ويا سلامو اللي كيفيه تخليلي هادا الشي كذلك في التعليق يعني خلاصة القول احنا العرب ولا بدات الجزائريين نموتوا على الخبز يعني نحبوه ندخلوه في جميع المأكولات وهنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو ونتمنى ان شاء الله اني كنا لعجابكم حبيتها قدار نخرجكم شوية من روتينات الفيديوهات ونتحكو شوية وكما قلت لكم كيفيه تخليلي هادا الشي في التعليق ومع لي ما نقولكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله